انا اليوم بدي احكي عن هالنبت البسيطة واللي فوائدها كتير كتيره نبتة الخرنوب طبعا هون القرون بعد ما استويت بعد ولونه اخضر بس تستوي بصير لونه اسود بيحوشوها بيغضوها على المعصرة بيكسروها صغير بيحطوها بقلب مكاني الضغط ويطلعوا مننا دبس الخرنوب اللي نحنا بنعرفه لا بيزيدوها لا سكر ولا نكهات ولا مواد اصطناعية انا اليوم رح اعملكم وصفة البسكوت بيدبس الخرنوب ياللي كتير طيبة واللي كتير سهلة كباية الدبس خرنوب منضيف علي بيضة كاملة زرف فانيليا زرف باكن بودر نص كباية سات نباتي كبايتين ونص لتلات كباية طحين حسب نوع طحين اللي عنا اياه منعجزن كتير منيح مع بعضن بقلب صينة الفرن منكورن دوائرات صغار بايدنا لم نعوز لقالب ولا شي كتير سهلة هايدي الوصفة نحطهم باللطحين ونحطهم بقلب الصينية فينا نضيف عليهم المكسرات فينا منحطهم باللطحين ننطر لنخلصهم شوي ونحطهم بالبسك بالشوكولات السوداء او الشوكولات الشقرة طبعا هيدا الشي اختياري نفوتهم على فرن حامي عشد اي ابيض معنا بقلب الفرن منطلعهم ومنقدمهم طعمتهم كتير طيبة ابدا ما بيبين انه هن بدبس الخرنوب اكتر الناس اللي ضاقوهم فكروني عاملتهم بشوكولات او بقهوة دبس الخرنوب كتير بيغزي في كتير فوايد كتير منيح للمعدة كتير منيح لمرضى السكاري كتير بيغزي للاطفال للسعلة اكيد عندو قصة العديد والعديد من الفوائد شوفوا ما احلى شكلون بس طحا عن جد بشاهو جربوا ووعتوني رأيكم شكرا